المنهج نفسه فالمنهج كما قلت كذلك نعود ونقول منهج السنة والجماعة يجمع ولا يفرق وهو مصطلح شرعي وليس بدعي لم يحدث من الصحابة ولا سلف الأمة افتراق أبدا ومن فارق فليس من الصحابة ولا من سلف الأمة خصصنا الصحابة لأن الصحابة لم يحدث منهم كأفراد أي فرقة إن ما حدث من من جاء بعدهم وسلف الأمة كذلك ما بعد الصحابة يعني لم يحدث من أحد منهم افتراق وما حدث من مخالفة بعض أصول الاعتقاد زلات قليلة جدا ونادرة وليست شمولية ومن فارق لم يعد لما انفارق لو فرضنا إنسان كان على مذهب السلف ثم جاء ببدعة يخرج بها عن السنة والجماعة فلم يعد من أهل السنة حتى لو كان عالما ولا أعرف من علماء الكبار الجهابذة أئمة السنة المتدى بهم في الدين ما أعرف ولله الحمد من كان رأسا في بداية ثم بعد ذلك يعني منهج السنة والجماعة لا يحصره مذهب اجتهادي يعني بمعنى من العرف عندنا أن مذهب السنة والجماعة أربعة لكن هذه أربعة اجتهادية ليست فرقة في الدين ويجب عدم الخلط بين هذا وذاك مذاهب السنة والجماعة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وهناك مجتهدون من الأمة لم ينتازموا هذه المذاهب ولهم حقهم واحترامهم هذه المذاهب ليست في أصول الدين إنما هي في الاجتهاديات بل قطعا وجزما أن علماء هذه المذاهب أئمة هذه المذاهب كل متفقون على عقيدة السلف الصالح علما واعتقادا ومنهجا ما عدا زلة حصلت من أبي حنيفة رحمه الله فقد يعني تأول في الإرجاء فوافق المرجع وزلته مردودة عن السلف هل نوافقه عليها؟ لكن في سائر أصول الدين أهل السنة والجماعة أئمتهم يتفقون فليس في عقيدة أهل السنة مذاهب المذاهب الاجتهاديات ثم أيضا من الأشياء التي أثيرت وربما تكون هي جزئية لكن نظرا لأنها في هذا الوقت وقت الهجوم الشرس على عقيدة السلف والسنة والجماعة وقت التنكر من بعض كتابنا وبعض المنافقين عندنا التنكر لمنهجنا التي جمعنا الله عليها ونحمد الله على هذه النعمة في هذه البلاد بعد وجود هذه التنكر وجد من يقول أنه أصلا المذهب اللي تسمونه أو المنهج اللي تسمونه منهج السنة والجماعة وأحيانا هم يطلقون عليه الحنابلة من باب اللمز أو الوهابية يقولون هذا المنهج ما هو إلا نتيجة ردود الأفعال ضد المخالفين بدلا منهج السنة والجماعة ليس نتيجة ردود الأفعال وإن حصلت من بعض العلماء شيء من القسوة وردود الأفعال هذه مناهج فردية مواقف فردية ليست محسوبة على منهجنا من أجل السنة الجماعة امتداد للنبوة ما هو ردود أفعال ما هو نتيجة أحداث لكنه يقف من الأحداث الموقف الواجب فظن بعض الناس أنه حينما يقف السلف ضد بعض البدع الناشئة ضد بعض الأحداث الفتن يقفون منها موقف يظنون هذا ناتج على أن السلف أو يظنون أن السلف إنما صنعوا الموقف بوقت الحدث وهذا خطأ وجهل السلف يعني استخدموا المنهج عند الحاجة إليه فقط وإلا المنهج منهج النبوة فليس نتيجة ردد الأفعال ولا انعكاسات للأحداث ولا نتيجة ضغوط الدول كما يقولون أن بني أمية ضغطوا على علماء وداهنهم العلماء وصاروا هم إياهم تحالف ضد القوى السياسية الأخرى فهذا التحالف أوجد شيء اسمه أهل السنة والجماعة لأنهم تحالفوا مولاد بين أمية فهذا اعتقدوا لهم البيعة وهؤلاء أكرموهم وأغدقوا عليهم الأموال يقولون أهل الفتن هذا الكلام وهذا كله باطل والتاريخ شاهد ثم أعود مرة أخرى وأقول الأخطاء والزلات التي تحدث من علماء أهل السنة أو طلاب العلم فيهم أو دعاتهم أو أفرادهم ليست محسوبة على المنهج ولا يجوز اعتبارها منهج كما يفعل بعض المفتونين في العصر الحاضر وأعرف واحد صدر عنه كتاب أو يعني تسبب في فتنة عظيمة منذ قبل عشر سنوات إلى يومنا هذا راح يتلقض زلات السلف ويعتبرها منهج يعتبرها هي الأصل الزلات يلتقطها ويقول هذا منهج السلف ليش تزكونهم عندهم عدوانية عندهم ظلم عندهم ردود أفعال وكل أعمالهم إنما هي يقررون العقيدة كمواقف يعني ضد الأحداث كل هذا ظلم ويحدث من السلف تجاوزات وأخطى راح يتلقطها يتلقطها ويجعلها أصل وبعض شبابنا مع الأسف انطلت عليهم هذه الكذوبة وهذه الخدعة وهي خلاف المنهج العلمي خلاف الأمانة خلاف أصول البحث العلمي المتجرد أن يذهب إنسان يتلقط أخطى ويجعلها أصل ثم ينسى الأصل الذي هو مصطور في موجب النصوص الشرعية ومنهج السلف الكتاب كما ترون بين إيديكم هو لمعة الاعتقاد ما معنى لمعة الاعتقاد طبعاً لمعة هي الإضاءة الإضاءة السريعة يعني كأنه يقول الموجز كأنه يقول يعني الإنارة السريعة التي تنير المسلم لمعرفة عقيدته والاعتقاد هو العقيدة كما تعرفوا أو المعتقد والشيخ له مؤلفات في العقيدة لكن مؤلفاته في الفقه أكثر فله مؤلفات في العقيدة هذا المؤلف وله يعني في التأويل وله في القدر وله منهج القاصدين وكذلك أجاد وأفاد في جانب اللي هو ابن قدامى رحمه الله في يعني الكتب الفقه العظيمة المراجع موسوعية المغني والكافي والعدة والعمدة والمقنع في الفقه وله أيضا روضة الناظر في أصول الفقه فهو علم من علم السنة علم منهجه ذهب من أئمة السنة الذين الله عز وجل جعلهم يعني يحفظون منهج السلف ويخدمونه بالجانب المنهجي والتحليلي كمسياتي وهذا المؤلف من أروع المؤلفات التي تقرر الدين على يعني مستوى عالي من الموضوعية ومنهج الاستدلال وصفاء العرض والتزام الألفاظ الشرعية ما عدا موضع موضعين هي محل اشتباه للشيخ فيها عذر كمسياتي طبعا هو ليس معصوم لكن قصدي أنه يعني حرص على التزام منهج السلف ووفق وهو كما تعرفون موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي نسبة إلى القدس في فلسطين والدمشقي نسبة إلى أنه سكن دمشق وهو في نسبه قراشي عدوي توفي سنة ستمائة وعشرين وأنا أعجب كيف أنه تشابه منهجه مع منهج الشيخ السلام بن تيمية مع أنه أسبق لكن هكذا السلف إذا تتبعنا مناهجهم وجدناها تتطابق وهذا سببه وحدة المصدر ووحدة المنهج بحمد الله تجد سلفنا علماءنا الآن المعاصرين يعني منهجهم في العقيدة وفي تنق الدين والاستدلال فيه هو منهج الصحاب والتابعين ومن تبعهم وهذا من توفيق الله وهذا أيضا من ما تكفل الله به من حفظ الدين وبقى جماعة طائفة على الحق ظاهرين هو من الراسخين كما تعرفون تميز كتابه بأمور أولها الإيجاز مع الوفاء بالمتطلبات النص المطلوب أو المعنى المطلوب فهو يملك زمام اللغة يلتزم ألفاظ الشرعة غالبا إلا حالات نادرة جدا شامل رغم أن الكتاب كما ترون صفحات معدودة في شمولية قل أن توجد إلا في كتب نادرة مثل متن الطحوية ومثل الواسطية ومثل بعض الكتب لأمة السلف معدودة على الأصابع الكتب التي تشمل جوانب العقيدة العلمية والعملية والمواقف والمناهج نادرة جدا منها هذا الكتاب بل ربما من بعض الجوانب يتميز عن الطحوية عن متن الطحوية تميز بالسلامة والنقاة والصفاء وسهولة العرض ترتيب المنهجي والعلمي التقعيد موضوعاته كالتالي أولا تقعيد لأسماء الله وصفاته ثم تفصيل قاعب ثم فصل وضع قواعد ذهبية أرجو أن تتبه لها في الدروس القادمة سنضعها واحد اثنين ثلاثة اربعة تضعونها على الأصول التي عندكم أو الأصل والمتن الذي عندكم التزم السنة والتحذير من البدع ومنهج العلماء في ذلك ثم عرج بعد بعد الكلام عن أسماء الله صفاته بشيء من التفصيل عرج بتحديد بعض موضوعات الأسماء التي يكثر عليه الخلاف وفتنت بها الفراق خرجت عن السنة والجماعة مثل كلام الله تعالى أفرده رغم أنه تكلم عن الكلام في الاستدلال على الصفات تفصيلاً لكن أفرد أفرد كلام الله بموضوع مفرد كما كان السلف يفعلون لكثرة من خاض فيه ومن خالف فيه الرؤية أفردها القضاء والقدر أشاري للقواعد التي يقوم عليها مذهب السلف ومذهب المخالفين في مسائل الإيمان والسمعيات والإسراء والمعراج أشراط الساعة والبعث والشفاعة والرؤية والجنة والنار ثم عرج على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه ثم عرج على حقوق الصحابة عموماً وخصوصاً عم وخص كما هو في النصوص وفضائلهم ثم قعد لقضايا التكفير وطبعاً في وقته كانت هناك بعض الفتن التي تواجهها المسلمون فيما بينهم وظهور بعض الفرق يعني استعلاها على بعض بلاد المسلمين كما أنه عايش يعني صراعات بين الصليبين وبين المسلمين فكان هناك نوع من خوض الناس في قضايا كثيرة عظيمة ربما سبب في وجود ظواهر التكفير في ذلك الوقت كما هو في كل عصر فقعد للتكفير قواعد عظيمة جداً سيأتي الكلام عنها ثم الخلافة والطاعة وحقوق ولات الأمر ثم الجهات والموقف من الجدال والخصومات والتقعيد لذلك والموقف من البدع وأهلها ثم أشار إلى خصائص وعلامات أهل البدع للتحذير من بدعهم وطوائفهم ثم ختم بالتفريق بين الخلاف السائغ الجائز والزواب بين الخلاف المذوم هذه موجز أصول السلف التي قررها الشيخ وإن شاء الله سنأتي لها مستقبلاً على شيء من التفصيل وأكتفي بهذا القدر في هذا العرض وصلى الله وسلم بارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن إن محمد رسول الله لأن في أوائي العلم العصول يبحثون حقيقة الواجب وحقيقة الحرام وحقيقة الندل وحقيقة الصحة وحقيقة البطلان بل المبشرات قادمة وعظيمة جدا هذا الضغط الذي نرى على الأمة والله من أعظم المبشرة هذا الانهيار لأعداء الله في كل مكان من أعظم المبشرة لا شك أنه من خير ما تتربى عليه النفوس وتتهذب منهج الأنبياء والمرسلين صلواته الله وسلامه عليه أسألكم بالله أنت وأنا والثاني والثالث من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته يا أخي عن نفسه في هذه المرحلة العمورية ينبغي أن يرى الولد والدي وهم يفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي خوفاً من الله ويتلون كتاب الله عز وجل ينبغي أن تنفتح فطرته وهو يرى قدوات عملية في داخل البيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر